موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله و исهلا بكم معكم وحمد علي وحلا جديد وعالم السرعة التقنية. بدني ازبا امتي فيه. آآ فجأة النهاردة كده على بالليل الناس كلها قالت ان الابوت اشتغل وكل الحسابات اللي موجودة فيها فلوس ابتريت تتحول للسالب. المشكلة مش في التحول بالسالب. المشكلة ان السالب اللي تحول تحول مش واحد يعني مش واحد يعني مسلا واحد عنده الف دولار تحول بقى عنده سالب الف. ده كده تحول مية في المية. فدي بسيطة يعني دي سهلة. لو هما نغيرة اتجعوها هيحاولها الف يعني هيحاولها مية في المية. يبقى الف موجب. فكده الموضوع خرص. مشكلة بقى انك انت في ناس كان عندها مثلا آآ خمسمائة دولار بصوا لقى مثلا سالب آآ تلتمية. وفي ناس ثاني ففي بقى تكونات ناس قتلك ده ده هو البوت اشتغل والسوق كان عاكس فكل الناس خسرت. طبعا الكلام ده حتى البوت لو هشتغل مش هشتغل برأس المال كل مرة واحدة الله اعلم برضو بالكلام. ولكن الناس حاليا كلها بتقول ان مفيش ولا حساب الا لما بقى بالسالب. طيب الفيديو اللي قبل ده كنت قلت الناس اللي كانت فرحانة ان الفلوس رجعت قلت لكم ما تفرحوش يدي كلها ده تبيز. انتو مش هتقدروا تصحابوا حاجة من الفلوس اللي شايفينها ان الشركة نصابة. وحاليا الحسابات بقت عندكم بقت بالسالب. فالمتوقع ولكل الناس بتتكلم عني ان الشركة هتطلب منكم تعملوا ادعاء تاني عشان خاطر يرجعوا يردوا الحسابات بالموجة ويعملوا السحب. ده السيناريو اللي كل الناس بتتكلم عليه. وبتقول ان اللي جاي هيبقى الشركة هتقول لكم اعملوا ادعاء بالايجابي او يعني اعملوا ادعاء بالفلوس عشان خاطر يقدروا رجعها لك تاني وتعمل سحب. طبعا الكلام ده آآ كله تقطع معصارين. يعني شايف انه ايه السيناريو اصل برحدس اصل مش عارف ايه. اصل حصل يمين اصل حصل الشمال وفجأة السيستم يخلي كل الحسابات بالسالب. ده كلام آآ نصب. تاني. اي فلوس هتطلب منكم. تحت اي مسامة ضريبة آآ عشان نفعل لك الحساب. عشان نرجع الحساب تاني بالموجة. حتى لو فلوس رجعت تاني بالموجة. واشتغلوكم في اشتغالة. محدش يدفع سنت الا ازا الفلوس رجعت او حصلت ان السحبات تفتح. واللي شايفوا عشان ما بقاش كداب للمرة الخمسمائة الف بقول ان انا شايف ان الشركة نصبة زي زي كدب زي زي هجبول زي زي كل الشركات اللي بتاعم نفس الفيلم الحمضان بتاع توقيف السحب وعملوا اي حوار وبعد كده بيقوموا مختفين وطلعين من السوق. فتاني حدش يعمل اي خطوة ايا كانت انت خسرت تدغيات كده ما تزودش الخسار بتاعتك. والله يعود على الجميع. ده رقم واحد. رقم اتنين. مصرنا الحبيبة. اه لاقي فيه سكين شوت متداول عن اه كارت يلا انه هيتوقف في السحبات. طيب الناس اللي مش فاهم الكارت يلا. الناس اللي بيجي لها اه فلوسة عن طريق البيبال بتسحب عن طريق بتربط الكارت ده بتشتري من البريد. وتربطه بالبيبال عشان تقدر انها تسحب فلوسها وتقبضها كاش في مصر. البيبال مشكلة المصري خاصة انه انت لا تقدر تشتري بالفلوس حاجة لو جات لك ولا تقدر تعمل اي حاجة. حل الوحيد لك انك انت تربطه وتسحب الفلوس فقط. لما ما لكش انك انت تعمل بأي نشط تاني. لا تشتري ولا تحول لحساب تاني بتبقى الدنيا واقفة معك. فالحلول كالتالي. طبعا اه يلا ده كان اخر منفذ يعني ايزي بيه تقريبا او ان كان لسه شغال برضو. فان كان هيتطبق على يلا هيتطبق على ايزي بيه. فالحل الوحيد انك انت دلوقتي عشان خاطر تستقبل الفلوس بالدولارات من برا انك تربط اه حساب بنكي امريكي زي بايونير بالبيبال ده رقم واحد. حل التالي انه انت اه فريلانسر وعندك مبلغ كبير محترم على البيبال بيجي لك. طبعا الفلوس دي مش هتخسرها. فممكن انك انك انت تستقبلها تربطها بايس او تعمل حساب شركة اه في انجلترا تقدر اه او امريكا تقدر تعمل شركة امريكية الكترونية تقدر انك انت بيتاح لك تفتح حساب بنكي بحساب البنكي ده تحول فلوسك عليها. ولو انت حابب بعد ما تطلح من البيبال توديها مصر اوكي. لو حابب انك انت تشتري بها اي منتج لك. ان الخارج برضو ده متحليل. اه حاجة زي كده انا شايف ان الموضوع انك انت تتوقف كروت الدولارات يعني خلي ممنوع انك انت اه تستعملها او خلي فيه لكن خلي الناس يقدر تسحب. يعني انت الفلوس دي لما بتتحول لمصر انت بتتفحل بالبريد بتتفحل الناس بالمصري. فانت المستفيد من العملة دي. فانت ما توقف الموضوع ده. الناس هتدور على حلول تاني. وحتبقى بعيد عنك انت كبانك او بعيد عنك انت كبسطة. فانت دي خسراني. القرارات دي. انا يعني خلي القرار اه انت مش عايز الناس تطلع درات كتير. خلاص مفيش مشاكل. خلي فيه لهمة ان الكارت اخره في الصحبات برة او انك تشتري. مية دولار. خمسين دولار. وخلي الكارت يسحب عادي جوا مصر. وانت المستفيد بالدولار اللي بتتحول لك دي. لانك انت بتاخدها بتدي اصحابها بالمصري. فانت ليه? تخلي الناس تدور على الطرق بقى وتوجه على دماغها. ما كانت الناس مرتاحة معاك وانت مرتاح معاها. ليه? انت بتجبر الناس انها تروح تدور على حلول تاني. اذا كان فعلا هذا الموضوع حقيقي ان يلا هيوقف. فانت ليه? هتجبر الناس انها تقدر. اي يعني انها تروح تدور على حلول تاني. وحتاخد برضو الفلوس وانت مش هينوبك حاجة. يعني انت دولار عندك مشكلة دولار في مصر. كده هتخلي الناس رح تشوف تسكة تاني. وانت بعد كده هتقول ان فيش دولار داخل مصر. فمش فاهمت صراحة التفكير جاية ازاي. فالله المستعان. احبيت بس انبه الناس عشان ان اللي عنده اي شغل على بي بال. تبقى عارف. اتأكد لو كانت الرسالة دي جات لك. على التليفون بتاعك. اتأكد. اسأل. اتصل بالبريد. اشوف ان كان فعلا الوضع ده هيحصل. عشان خاطر الفلوس بتاعتك. لو جاي لك الفلوس من بره من اي شغل جاي لك. اشوفكم ان شاء الله حالة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.